اشتركوا في القناة هو بس مش عايز يزعالك ولادك بيحبوك يا مصطفى انت مش بيصدق ليه يا شفيق شفيق ايوا يا مصطفى بيه الشاي يا ابني حاضر يا مصطفى بيه يا نادية الشاي يا نادية بدل ما يطلح زربينه علي هو ليحي يكره عشان يشرب الشاي؟ واحنا ماننا يكره ما يكلش خلاصي حاضر يا شافشا يا نادية قلتلك مئة مرة شافشا دي تبقى بيتنا احنا مش نقصين ايه دا؟ فهو هتحشر بني وبينجوزي كمان؟ وفريدي دخل علينا وانت بتقوله يا شافشا هيعمل ايه؟ حيلم شفاشق البيت كلها ويكسرها على ادمهك يا شافشا طه امرنا بحاجة تاني حاجة مصطفى لا تفضل اي امر ست هانم؟ اتفاهم ان بكره ولادة يا سوريا انا بعمل كل دا عشان مصلحتهم عايزهم يفهموا الشغل كويس وقفوا على رجليهم عشان لما يجي اليوم اللي اسبهم فيه بعد الشر عليك؟ اه 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 دا شيء مفروغ منه جاي جاي عشان كده لازم يتعلموا ازاي يصونوا مالهم ويحافظوا عليه حتى لو قسيت عليهم شوية بتسعالش مني يا مصطفى الحقيقة ان انت قسيت عليهم جامد شوية لدرجة ان انت مخدتش بالك انهم كبروا وبقوا في سن جواز والمفروض بقى انفكر نخطب لهم يا ست يوم طالبوا حاجة وانا متنعد ابنك الكبير طلبت معي الجوز هو في الجامعة وزعتها رفض لما كبر وبقدر يفتح بيت صرف نظر والصغير ما انت عارفة مخطايا خاصة المهم انت يعني انت موافق نجوزهم الله ما انا مجاهز فيلا لكل واحد جنب الفلا بتاعتنا نقص على الفرشو بس هعمل ايه تاني اشتغل خبه يعني لأ عنك سيب لي انا الحكاية دي انا اللي هختر لهم لا لا سيبي كل واحد اختار بنفسه عشان ما يرجعوش يقولوا احنا السبب ولما اختاروا صح وانا وافق على اللي هيختروها انا ست مستعدة اجوزهم في اسبوع انا قداني كزا عروسة انا قلتلك اللي في دماغي وانت حرة انا رايح على المصنى السلام عليكم مع السلامة ما انا قلتلكوا قبل كده اخطر انتوا اللي ما اعجبكوش ياه انت لسه شايل من الحكاية القديمة دي خلاص كانت حكاية وراحت لحلها ماشي بعد اذنك بقى ماما عشان اعايز الربس شير خارك خارك رايح فين وانا بروخ فين يعني الشغل طبعا بصط بقى انا جايلي عريس وبابا موافق عليه وعمال يقنعي بيه طيب انت رايك ايه؟ ما انت عارف رايي خلاص ايه ما مفيش مشكلة هو انت كل حاجة تدخدها بازارة انت عارف انت قدمني كما عريست لحد دلوقتي وانا برفض انت عارفة انا مش هقدر بتقدمني وانا لسه في الكلية بعدين حاجة مصطفى عمرو ما هيوافق طب وبعدين انت مش بتحبني يا سؤال برضو طبعا بحبي طيب يعني مستهلش ان انت تتحرب شوية عشاني انا بدخلك الجامع عشان تتعلم وتاخد شهادة ولا عشان تحب وتخطب ما حاجة اصل هو سمعتين لا اصل ولا فصل مش عايز اسمع سيرة الموضوع ده تاني انشاي الهم بالتجارة والمصانع عليك تافي لوحدي مؤفر لك تعاليم انت واخوك مش عايز اي حاجة تعطلكم تم ايه عايز تجيلي تعملي راجل وتتجاوز الاولى اخي تعمل راجل وتقف جنب ابوك انا انا موافع ان انا الشغل وانا بدرس وممكن كده نخطب واشتغل وانا بدرس خلصت عليمك الاول واسبت مكانك في اتجارتي وبعدين نتكلم قبل كده ما ينفعش عليك عليك ايه ده ماما انت هنا من امتا؟ انا هنا من امتا؟ هونت نالس من مطرحي انا بكلمك لقيتك تخطفت مني وبرضو ما ردتش علي ايه رأيك في حكاية الخطوبة؟ ماما النبي ما تسيبك من انا وتحودي على ناجي ناجي؟ عايزني اخطب للصغير قابلك كبير؟ طبعا ده المفروض عشان انا استفيد من خبرته واتشجع واخطب بعديها على طول بقى مفيش فايدة فيك ماما ماما انت بطل اللي بتكتابه ده شوية انا قاعدة استنىك ترجع من الشغل عشان اكلمك تصدق يا ماما انا ما صدقت روح عشان اعادت تكتب شوية ماما انا عارف انت جاي تكلميني في ايه؟ سيبك مني خالص في الحكاية دي تكلمي عليها ولو اقنعتي وعملها وخطب انا هعمل زيها على طول ايه ده؟ ايه تبتحذفوني لبعض ولا ايه؟ انا لسه ما شفتش حاجة زيه دي الشاب في سنوكم بتبقى عينه على واحدة ونفسه يخطبها وبيحايل مامته عشان تتوسطله عند باباه ماما انا سايب الحكاية دي للنصيب يا ابني النصيب ده لي البنات تقعد في البيت تستنى عدالها ايه بقى؟ عايزيننا نخطب لدينا؟ وانتو تقعدوا في البيت تستنوا عدالكم لما تتقدم لكم بنت الحلال يا ناجي انا نفسي افرح بيكم نفسي اشيل ولادكم اقول لي بس يعني لو عينك على واحدة اقول لي ماما اوعدك اول معناية تيجي على واحدة حضرتك هتكون اول حد يعرف ده لما يحصل بقى ان شاء الله توقتوني انت واخوك وانا اختك اللي مجادش لغاية دلوقتي روحت انا عارفة راحت فين طب انا حاعدك تفل قوضة اللي بابا شوي تفضل اي جدت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلت للانوار كنت فين يا حبيبتي لغاية دلوقتي يا ماما انا كنت في المنصورة كنت في المنصورة بتعملي ايه؟ بعيدني لات واحدة صاحباتي انت ازاي تسافري من غير ما تقولي لحد يا حبيبتي انا قلتلك الاسبوع اللي فات تلاقي حضرتك نسيتي قلتلي من اسبوع ان انت هتسافري المنصورة وان انت هتقوضي لغاية دلوقتي ايوه وانا بقى اللي نسيت ان انت قلتلي ولا انت اللي نسيتي اصلا ان انت تقوليلي واخرتها مصطفى وولدنا حالتهم ما تصرش وانت معندكش غير شوالك وانا معندش غيرهم امت هتسمعني بقى انا خايفة حد يشوفنا عشان كده يا نيجي قلتلك ان احنا منتقبلش ابدا غلا ما تيجوا وتتقدم لبابا دانيا الشوق الكلام ده يا نيجي نيجي انا تعودت ان انا مخبيش عن بابا اي حاجة من ايام ما الله يرحمها اتعودت ان ابو من كل بعض صفحة بيدا الحاجة الوحيدة اللي انا خبيت عليه هو موضوعنا ده يا شروق انا عايز اتقدم لك بس وانا محقق نفسي وقادر اصرف عليكي واصرف عليك محقق ازاتك كمؤلف مش كده طبعا مش مجرد موظف عند ابوي هيني دي هو عاب ان انت تكون موظف عند والتك يا شروق انا عايز احقق ذاتي عايزي كل كيان مش مجرد تابع لابويا لازم مثبت لابويا والعم الممضوح كمان ان انا اقدر اصرف عليكي واخد بني منك السلام عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته سلام عليكم الحمد الله على السلامة انت كنت فين يا ابو ايه في حاجة ولا ايه والله انا خفتي للحاج يطب علينا ولا يسأل عليك تحصل مشكلة من تاني مالي انا جيت اهو اصرا طلبتك على الموبايل لقيتوا بريني هنا في الدرج اه اما انا انسيته هنا اما ممضوح معلش ايه اللي واخد عقلك بتحبه اللي ايه بحب بحب ايه بس وانا فاضي للكلام ده عما ممضوح طيب يا سيدي احنا هنشرب شاي تشرب شاي معانا ماشي 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 يا شروب انا انا اعني بقلنا كم سنة يا سيدي جمال ان يتحامل مع بعض لو عمرنا تكلمنا في ساعة ولا بنختلف فلوس الله 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 غراحك سامي بتتكلم كده يعني انا معاق زعني 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 مننا ما هو في الظرف ده المفروض تشلوني او تستنوا علي مش تعمله كده انا مش فاهم فيه ايه ما هو مش معقولة الاساس اشرف فيه اعمل كل ده من دماغه من غير ما يرجع لك اشرف اشرف يا اشرف السلام عليكم عليكم السلام هيا دي بقى سيدة ارض سامول هيا دي ارض سامول اصلاح بي المعالم سالم يا شاب بتعمل معانا من السنين يا مفروضة بتحصل له ازمة نقف جام يش نقول له هتدفع كل الفلوس يا اعمى بشان نتعامل معانك ايوه بابا بس هو فلوسه مش جاهزة ودي تجارة بيع وشرة يبقى نشوف اللي فلوسه جاهزة ونبيعه وانا فعلا اتفقت على البيع يا حول القوتة الا بالله لاي العظيم يا رب يا ابن الراجل بيتعامل معانا بالحلال يعني حرمة القشو بملحة وبعدين بتنساش اشرف ان الراجل ده من بلدنا من هنا تبعات تبعات تبضاعة لسيد باركة بتاع ده منهور من غير ما تاخد فلوسها اوه يا حجس لو عنده مشكلة في السيولة لجمان دول طب احنا مننا والحاجة زي ايدي ده زبون قديم يا حج تعاملاته معانا مضمونة زي ما انت عارف فياش حاجة لما رايز ظروفه مرة مناش دخل بظروف حد احنا بنشتغل في تجارة يعني فلوسه بضايع لو فتحت باب التسويف لكل واحد يقولك ظروفي وما معيه سيولة مش هتخلص هتفتح على نفسك ابواب طمع اللي حواليك وشغلك كله حيبوز محدش قال حاجة يا عشق طبعا صاح نراعي شغلنا بس برضو جمدان راي خواطر الناس يا ابني التجارة مش بيع وشارع ومكسب وخصار لا لا التجارة يا ابني اخلاق كلام شرف التجارة حرب يا ابني القرش ليش رطوا احكابه لو ما تغذبتش بيها مش هتعرف تزوده ولا تحافظ عليه لازم تعرف كويس ان القرش هو الاصل اخلاقك هي الاصل يا عشق قيمت وبدعك قبل مصلحتك قبل كل حاجة مصلحتك فوق اي حاجة بس هو علمنا كده بلدنا يا ابني علمتنا كده مش كده ولا ايه نعم صلاح بيعايز اسألك سؤال مؤخذة يعني شمعنا الارض بالذات وشمعنا سامولي السؤال ده بقى بالذات ما تسألوش لي انا ده مش اختصاصي اول ما تشوف الحج سادي السامولي ايه باسأله شكرا عاجبني شكرا عاجبني حقيقي بس عددك عارف الناشر ما اقدرش يغمر بفلوسه مع انا اسف يعني مؤلف جديد يعني مفيش امل يا استاذ خالد ده انا ما قلتش كده فيه امل طبعا يا راك ما تنشر على حسابك انا الحقيقى جربت مع مطبع عبل كده يا استاذ ناجي المطبع حاجة وضر النشط حاجة تانية مش فاهن يا استاذ خالد الابهار يا استاذ ناجي الابهار الكتاب زي اي سلع عايزة تبهر اللي يشتريها يعني شوف حضراتك بقى لما تعمل غلاف الوان او تتعقد مع رسام كبير يعمل لك الغلاف بقى ليه هو وضع تاني ده غير انا هنوفر لك ده كله مقابل انك تنشر الكتاب وعشرين في المائة نسبة يعني حضرتك تطبع الكتاب على حسابي وبعد كده تاخد منه عشرين في المائة حضرتك فهمت غلط حضرتك اللي هتاخد عشرين في المائة من اربعة حضرتك بتقولي يا استاذ خالد أستاذ ناجي حضرتك منين؟ من المحلة من المحلة واسمك ناجي الدهان قولي أستاذ ناجي تتعرف الأستاذ مصطفى الدهان بتعملها بس ابنه ابنه؟ يا راجل ده الولد ممكن يعمل لك دار نشر هرجوك تخلي مصطفى الدهان بره موضوع أستاذ خالد من فضلك على كل حال ما تزعلش الحكاية أستاذ ناجي هتكلفك عشر تلاب جنيه يا ابني يا حبيبي المسألة مش مستهلة إزاي بس يا أمي مش مستهلة الراجل اللي اتفقت معاه كان جاي الشي البكرة أقول له إيه بابا مش موافق؟ بابا بيرحل أصول أيوة وهي مش الأصول برضه إن أنا ألتزم بكلمتي مع الراجل اللي اتفقت معاه ما أنت اتفقت مع الراجل من غير ما ترجع لابوك يا أمي وأنا من إمتى برجع له ما هطول عمره سيبلي المزرعة وأنا اللي بشغلها ومشيها لعمره سألني بعت المين ولا بكامر اش ميعنا بقى دلوقتي؟ المال ماله يا حبيبي ومنحكم في ماله ما ظلم خلاص ياخد ماله ويحكم فيه زي ما هو عايز بس ما يحرجنيش مع الناس أشرف مش عايزك تقول الكلام ده تاني أبدا أنت عرف كويس أو النبوك بيحبك وبيحترمك فيها إيه يا ابني لما تضحي عشانه ولو مرة واحدة بس فيها إيه لما أنت تتحرج مع الراجل اللي اتفقت معاه مش أحسن نبوك يتحرج مع الراجل اللي سنجد به خلاص ويحرجنا أنا بقولك مش هيتحرج يا فاطمة يا فاطمة طب قولي انت بقى الطلبية اللي عملها مع التاجر هيجيبها منين من مزرعة الأم ده يا فاطمة يا فاطمة أنا اتفقت مع الحاجة منصورة على كده وزمال العمال دلوقتي بيحملوها أنا مرضاش أني ابني يطلع صغير قدام الناس يا سلام ولما أنت عارف يا خيال كل الكلام ده ليه ما فطمتوش وقلتلي كل ده هاي لو قلتله بنفسي يبقى أنا راضي عن نقاله وهو بكفق عليه لكن لما يعرف من برة يعرف كويس قوي أنا عملت كده ليه يا سبحان الله عرأي المثل أسمع كلامك أصدقني أشوف أمورك أستعجب الله بعدين يا بطة بعدين مش كده أمام بطة بكرة هيجي واتدخلنا في الشغل طب وفيها ايه بالشغل في المزرعة ماشي زي الساعة وانت ما شاء الله هينبي صحة أيوة بس الصحة يا مختار له كذا طريقة تقصد ايه؟ أقصد أن حضرة الناظر هيغير النظام هيقلب الدنيا ساعتها بقى هنعمل ايه؟ معلش أنت برضو لازم تقدر ظروفه مسألة المعاش دي مأثر عليه ولا أنت يرضيك أنه يحس أنه على الهامش في كل حاجة؟ لا يا سيدي ما يرضنيش أنه يبقى على الهامش أبقى أنا على الهامش هيبقى شاكل ايه قدام التجار والعمال اللي أنا بتعامل معاهم انتهى ليه أهم حاجة بالنسبة لك هي راعة والدك ولا أنت ليك رأية تانية عشرة آلاف جنيه لو كسبته حيرميلك فتافيت ولو خسرته حيبقى برضو هو اللي كسبان وإنت اللي خسرت كل فلوسك يا حاجة ما تاخدهاش بطريقة السوق دي مش تجارة تاجر بتاعك هو اللي واخدها بالطريا دي وإنت ماشي وراها زي لطل يا حاجة ده ناشر ومش تاجر من فضلك اسمعني يا ابني ما أنا اسمعتك قبل كده وطبعتلك كتاب خدنا ايه بحدش أراها بقى ورق بيلفوا فيه الجبنة والزتون عند البقالين حصل ولو ما حصلش أيوا حاجة بس المرات دي الموضوع مختلف تماما مرات دي انت ماشي ورا واحد بيستعبطك وعايز يسرقك سوما انت كنت نازل مصر تخلص شغل ولا تلف على بتوع الكتب آه يا تاريك كنت بتحرجم عشان تنزل مصر بقدال علاقة من فضلك يا حاجة من فضلك اسمعني قلوح شوف شغلك يا ناجي تقلص طالبية الحاجة زيدان وصفي حسابات المحلات وبعد كده بقى روح البيت تسلى وابتب زي ما انت عايز اكتر من كده مفيش ومش عايز كلام في الموضوع ده تاني امرك يا حاجة الاموهم عايز اتجوز ومهل تيجي تشوف كان ناقص يجري وراه على سيبلي الشاركة يكمل تهزيق فيه انا مش فاهم ما انت اللي جايب لنفسك وجع الدماغ ده يا علي انا مقتنع با موهبتي وكل اللي عندهم موهبة بيتعبوا في اول الطريق طب مش جايز مثلا انت معندكش موهبة اصلا هو ده اللي ربنا قدرك عليه علاء ممكن ما تتكلمش معي في حاجة انت ما بتفهمش فيها اصلا انا بفهمش في حاجة يا ناجي بتفهم انت في الفن والادب مثلا زيك زي يا ابوك زيكم كلكم ولا انتوا فاهمين اي حاجة ماشي يا سي ناجي انت الوحيد اللي بتفهم في البيت ده يا سيدي اصلا 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 ده مينو ده؟ كنت فين لغاية دلوقتي انا كنت مع احطة صاحبتي وانا فاكرا يطريك المرات دي طب خلاص اطلع اغيار هدومك وعادي مع اخوك شوية الحسان متداي ناجي كمين متداي؟ ليه هي ايه الحكاية؟ خلاص نعم شوقته يلا طيب هاطلع اعمل له كوبelier متينة وungen الهي Lake ها اجرب لالشاي الاشتراك الانسى كل الذي امك انا عما نقول في ابن هذه الشخصية اوه انا بقول ما تشربوش. ليه بقى؟ عشان ما تزودش همك هم جديد يا ابني. المهم. قولي يا ناقي. هو انت محتاج كم بالزبط؟ حوالي عشرة تلاف جنيه. اه؟ المشكلة دي كلها عشان عشرة تلاف جنيه؟ ايه يا ابني فيه انت غالبان كده ليه؟ ما تاخدهم من سوكات. يعني ايه من سوكات يا دينا؟ يعني انت سواء في المصنح او في المحل تحت ايدك اضعف اضعف المبلغ ده. يبقى ايه المشكلة؟ دي تبقى سرقة يا دينا. سرقة ايه يا ابني ما في الاول في الاخر فلوسنا؟ بقولك ايه؟ هو ده اللي جايته ليه؟ من فضلك اتكلع الله. بص افهم بس. يا دينا انا مش بعمل حاجة غلط عشان اخبيها. وبعدين يا نصحة. لو سمعت كلامك واخدت فلوس ومشارة الكتاب. وقع فيه ده بوكي. ما هيعرف. اه صحيح. بص يا ناجي انا بجد والله يا عظيم كان نفسي تسلفك. بس انا محتاجة دلوقتي كل جنيه. يعني انت عارف الكلية وبلزيل العربية ومحاضرات والكشاكير. كدر. انا مصاريف كتير مش عارفة عمليه. دينا مشاكل. انا مش محتاجة فلوس. اتفضل يا حبيبي. ايه دول يا حبيبي؟ دول 4000 جنيه. دول بطوع ايه؟ مش انت قلتلي انك نفسك تجيب كومبيوتر؟. اه فعلا. بس انا بقى كل ما هقولك على حاجة. هتروح الجاري وتجيبيني الفلوس. انا كده بقى احرام اتكلم معايك خالص. ده انت لو عملت كده موت. بعد الشرع عليك يا حبيبي. بس يعني مش معقولة كده. تصرفي علي ايه ولا ايه؟. ما تقولش الكلام ده تاني. وبعدين هي كل حاجات دي في الاخر هتروح فين. ما هتبقى في شاقتنا لما نتجاوز. ده ده اليوم اللي انا بقى احلم به يا حبيبي. ومستني بلاحفة الدنيا كلها. طب خلاص خد الفلوس بقى. انا هخدهم عشان ما ازعلكيش. بس دي اخر مرة. هتاخد الفلوس ومن غير شرود. وبعدين الفلوس دي اخر حاجة تفكر فيها. احساس عليك. الورقة ده خلاص يا حزم. مو بعد طلبية لولادي المهدي. بس استنى عليه في السداد اسبوع. طب مش نستنى نسأل الحاج الاول. بعد انما يحصل مشكلة زي اللي حصلت مع سايد بركة. انت بقى عرفت منين ان في مشكلة حصلت. اصلا بعد ما حضرتك يعني قلت له يسادت براحته. الحاج رجعت هي طلبه بالسداد. فانا استنتجت يعني ان حصل مشكلة. استنتجت؟ تفضل على شغلك. وفتكر نجاها هنا عشان تشتغله بس. مش استنتج. مفهوم؟ مفهوم يا استوز علاء. طب طلبية ولادي المهدي. نتممها ولا نستنى من حاج يجي ويورى ايو احسن. حازم. تفضل على مكتبك. حاضر يا استوز علاء. خد الباب معايا. إياه. اللهم صلى عن نبي. عليه الصلاة والسلام يا سلام واحد اكل لما شمع كاريت تكتر لنا من العزومات دي عم منصور من عناية يا ربنا اجعله عامر يا حاج منصور ان شاء الله يا ربنا اخليك انت انوارنا يا ربنا اقول لي يا عاطف اخبار المدرسة اي يا ابني الصراحة الصراحة يعني مدلمة من غير يا ربنا بارد فيك يا ابني وخليك مش المدرسة بس مجلس سمول كمان كان مدلم يا ربنا اكريبك يا حاج منصور ما الاسال فينا مش افتوش ان اعرف ايه يا جمال يا فويا افتكر لنا حاجة عيد لامال عصام ده ماشي على كيفه وما بيسمعش كلام حدي اكتر واحد تعبني في حياتي انا مش عارف الوقت ده مش طالع الاخوته ليه معلش يا حاجه ما تقلقش انشاء الله يبقى كويس ايه عم دباج انا اقول لي يا منصور انا رحزت ان في ناس غربة عن البلد كانوا عند ارض بحر بيعينوها انت ما عندكش فكرة ولا ايه لا في الحقيقة ما عنديش فكرة ولا حاجة وبعدين هم هيعملوا بيها ايه هي يعني هياخدوها ويمشوا ده ارض اصلاح زراع يعني ارض حكومة الله يا جرية منصور وده اللي يخاوف يا حبيبي الله السرقة في الحالة دي اسهل ازاي الكلام دبا يا ابني يا حبيبي لو حد سرق ارضك يا ابني حددفع عنها فيه خانون انما لو الارض مش هيعة مين اللي حيدفع عنها خصوصا لو كان اللي حميها حرميها عشان كده الحكومة نازلة خصخصا عايزة تقدي للحال المايد حطي الشاي امه سايد شكرا يا سلمي شكرا يا سلمي شكرا يا سلمي بلا كده منشف شربات فرحة ان شاء الله شكرا يا عم جمال اتفضل يا ساس جمال اتفضل يا سلمي ايه يا عطر مش هنفرح بخلافكم ولا ايه اه اه طبعا اه طبعا ان شاء الله عم جمال ان شاء الله يعني حبكة الرسالة لله دي انا كنت لابسة ونازلة جايلكم يا عاطف جال تلفون من المستشفى حل طرق ايوه حبيبتي يعني وما فيش حد لحلات الطرق غيرك دي كانت عملية يا عاطف والمريض حالته خطير يعني كنت اسيبه يموت يعني عشان خطر حضر العزومة على عموم يا سيدي انا هكلم عم منصور وعد الزر وهكلم بابا كمان هما هيقدروا الظروف يا عاطف عارفين اني مشغولة يا سلام يعني كلهم مقدرين مع دانا انا مقولتش كده ماشي بس عشان تبقي عارفة بقى مش كلهم مقدرين زروفك زي ما انت فهمه وإلا ما كانش والدك سألني على الخلفة يا دكتورة كده برضو يا نهلك لما انت متفق على كده مع جوزك دي ما قلت ليش اللي حصل بقى يا مام ماما من فضلك كلمي بابا انا هتكسف اكلمه في حاجة زي كده وبعدين انا مش لقصة مشاكل مع عاطف وليه المشاكل يا بنتي الله راضي جوزك يا حبيبتي وزي ما قلتلك قبل كده هاتي العيه انا اللي هرب بيه حبيبتي مش هتحس باي حاجة ابدا ماينفعش يا ماما حضرتك عارفة الفضل اللي قد ايوه ناقش الرسالة اوه خير اوه اكمل زيك يا بابا اهلا 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 ههه هتغدى معنا ويكون هناك ولا أتحججي بجوزك ومذكرتك يعني انت أردك أسيب عطف يتغدر واحده؟ ها 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 ها! خلاص نكلمه يجي يتغدى معه اه ها! يبقى أحد يتحججي بمذكرتك أوهدك يا بابا أول ما أخلص هاجعود معك ثلاثة ايان أقولك يا سيدي هعدز بوعب حالة يا سلام! طب منين يا حبيبتي عامنا ايه؟ الحمد الله يا بابا أعرف يا نهلة وأنا قادت كدا كان عندي ألبوم صور فيه صور ليه هنا صغير مع جداً في مدتك صور ليه أيام الجامعة أنا وصحابي وزمايلي صور ليه في سامول في المنصورة في المحلة الألبوم ده أنا محتفظ بيه أكبر بس بقى بينه وبينك زاد عليه ألبوم تاني عارفة إيه هو؟ صور جوازي أنا ومامتك صور خطوبتك حبيبتي وحفلك جوازي الألبوم ده أحلى حاجة بقعد أتفرج عليها بيني وبين نفسي سمري أنا وإخوتي وإحنا نعيني صغيرين بماما قالتلي بش كده؟ وقالتلي كمان أن حضرتك بتبقى قهد قلقان علينا وشايلهم منه ما أنا بقعد أتفرج عليه سراً كان معانش الأوام بقى يبقى عندي ألبوم فيه صور أحفادي وخفلات صبوحهم وطاريخ ميلادهم وحاجات كده بابا أنا كلمت ماما في الموضوع ده وهي هتبقى تقولك هتبقى تقولي برضو؟ ماشي هابد الخلفة زي الجواز يا خبولي ما ينفعش فيها وسبنية والمشاكل اللي بينها وبين جوزها يا زينة الله مش أحسن ما تخلف وهي كرهات وبعدين نعلم الصغير دي ما شاء الله دكتورة وتعرف تصرف في أمورها ما تشيلش همع يا أخويها تشيل هم اللي مش فاهم أنا عارف وظي كشف رأي زرعتك يا أخويها مش كفاية تقول رمية البزرة وتقول حاخد منها طرح الخير لا لازم تسهر عليها ترويها وتسقيها وتفضل جنبها وتحجيها لهاية ما تكبر وتصل بطولها وبعد كده تاخد منها طرح الخير أقول لك إيه تديني المشاء الله دي إيه مسي ما شاء الله على أخوكي برضا انت عارف غلوة المشاء الله من أخليك اللي يا زينب بتقولك هلو يقيسوا الأرض أيوه وهو ده يبدل ده اللي شوفت وقلتلكوا عليه بسم فعل يا أستاذ جمال الناس دول لو كانوا تابع الإصلاح الزراعي كان أبويا منصور خد خبر مش كده برضو أنا أشوف الموضوع ده إن شاء الله الله اللي كان دول قاعدين ليه؟ بقى أكيد عملوا اللي في دماغهم وإيه اللي في دماغهم يا أختار بتكلم عن إيه يا أدني؟ الأستاذ جمال جاي يا جماعة هنيعمل إيه؟ ولا حاجة بحاجة شه يعمل حاجة خليكوا عاديين مكانكم ولا تلهموا حاجة من على الشجر وقعد مكانك أصلا أشرف وعادهم إن هو يرفع أجرتهم بعد طرحة المزرعة أو بعد من بيها إحنا لسا هابني لبينا الطرحة ولا بيعنا أيها أستاذ جمال ده عالطرحة اللي فاتت أصرف شاف إن إحنا من أجل الموضوع ده شوية لغاية طرحة المزرعة رحت المنبيع هم بقى رفضوا يشتغلوا لما ياخدوا وجرتهم وأشرف فيه؟ أكيد راح يعمل اللي في دماغهم إيه اللي في دماغهم؟ هيجيب عمال جداد تسلي بيه خليه يجي بسرعة حاضر أيها أشرف إنت فيه؟ اللي أستاذ جمال عاوزك لاب يلا بسرعة داخل على المزرعة يا حاج يا حاج إيه اللي بتعمله ده؟ إيه ما كنت بعمل أول ما باش أعطي المزرعة بشتغل بإيه؟ ما يصحش كده يا حاج إنتوا على ما تلموا شجرتين هنخسر بقية الطرحة كلها أهو يا تمدي إيدك معايا يا أشرف يا تتكل على اللي بتعطلني بتهالي نخسر الطرح حق إراضتنا عسى ما نخسرها خصبا عننا أهو مختار فهمنا على الله تفهم أنت راخل يا حاج جمال يا حاج جمال ما تزعلت مني يا حاج جمال بس الحكاية والسود أسف ما قلنات حاجة أنا عارف يا فوزي أنا عارف الأستاذ أشرف كان هيديكم أجردكم بتاع الشهر ده والزيادة اللي عليها وبتاعت الشهر اللي فات كمان زي موعادكم بالزبط أشرف ما مرجعش في كلامه انت فاهمين ولا أهو؟ لما أخذ يا حاج جمال نعم ما حدش ليه قلناك كلام ده من الأول يقولكو إزاي يا حبيبي وانتوا قدمتوا سوق النية يصح برضو كده بعد نقاشه الملح اللي كلم مع بعض لا ما يصحش حاج ما ليه؟ انت كبرنا واللي تؤمر بيه حنعمله طب يلا يا رجالة كل واحد شوف حال يلا يا رجالة كلوا نشوف شواله يلا يا رجالة يلا بسم الله الرحمن الرحيم يو يا ماما عريس أنا مش موافقة يعني ايه مش موافقة؟ انت لسا ليه شفتي ولا عرفت هو مين؟ انت مش قلتي ان هو من هنا من سامول يبقى كده براقة انت؟ لما اتكلمي ماما ولي حضرتك وبعدين حكاية براقة دي انا اقولك قصد اقول لحضرتك اللي كنت كده ديتيني سبب الرفض انا يا حبيبة قلبي مش هتجاوز من البلد دي ابدا 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 ريحي روحك بقى اريح روحي بقى ويبايا قلبي عشان هتأخر على المحاضرات انت يا بنت يا بنت ليس اعرف؟ اموت واعرف البت انت العلمين؟ لا طال عليا ولا الجمال على رأي المثل يخلق من ظهر العالم ضحى قال من سامول قال يعني انا عايش نص عمري مدفونة في سامول بتاعتك دي غصبة عني واجي النص التاني اتدفل فيه على هوايا؟ لا يا ماما ايه الكلام الغريب ده؟ ما لها سامول ما احنا طوله من انا عايشين فيها وبعدين انت المهمة يعني تعرفي العريز ده؟ ولا عرفه ولا عايز اعرفه الله مش يمكن يكون كويس يا ضحى ويطلع كده من الحلال ويعيشك هنا في طنطة ولا في المحلة؟ طنطة ولا المحلة؟ سيما تكوني بتقولي لي أوروبا؟ انا يا حبيبتي اللي هيخدني ان ما كانش يعيشني في مصر قاهرة المعز يبقى الفي لا يا شطر قاهرة المعز مرة واحدة ده انت مفترية او يا ضحى اه مرة واحدة طب يلا تكلي تكلي اهو جي اهو هوا ده اهو رحي معز باي باي صباح الخير صباح الخير ازيك يا ضحى عاملية؟ الحمد لله ايه الاخبار؟ الحمد لله انت عاملية كل حال ما هيا تيجي نقطر كفترية يا حبيبتي طب يلا اوكي يلا يا سير يلا بينا على المعد بتاعنا يا عم معهد ايه؟ ده معهد حف ونشف وبفوش اي حاجة شايف الجمال والدلع عمرينا ما هنشوف حاجة كده هناك لا اعلم اشوف في سامول بقى اه يا فقري هتشوف حاجة كده هناك؟ دي بقى من هناك يا راجل دي بنت خالي زاهر خلك زاهر مين؟ انت عتستعبط خالي زاهر اه خم نعمات خلاص يا عم ما تزقش ياسير يلا بينا بدل ما بتاع الامن يطلعوا يعملوننا مشاكل ها؟ انا مش ناش يا عم عيب عليك ده انا برنس وانت برنس وبعدين انت حدي هجدك ده انت ابن العمدة يا عم ابن العمدة ده هناك مش دلوقتي يلا بقى دي راحت عليها زي ما راحت على سامول يلا بينا بكرا يا اخويا نسيبها خالص يعني ايه رابط العريس يا فضل؟ يا كل مرة ترفض العريس كده ما غير ما تشوفه ما انت عارف يا جمال مش عايز تتجوز ابدا إلا ما تخلص دراستها يا ستي وانا هجوزها ما غير ما تخلص دراستها دي خطوبة بنتك يا حبيبتي بتضيع من ايديها فرص كويسة جد هي في ادمخها حاجة في ادمخها حد لا بأ اذا كنت هتظلمها انا هقولك كل الحكاية طريقة تفكيرك دي غلط يا ضح فضلت جوزت راجل يا حبيبتي مرة سامول راجل مصوله ريفية تحت اي ظرف من الظروف قرر يرجع بلدي هتعمل ايه في الحالة دي؟ تطلب الطلاق؟ يا بابا حضرتك مش فهمني انا مش بارفض عشان كده انا اللي مش عايز ارتبط دلوقتي نهائي الستة يا حبيبتي لازم تفضل جم جوزها فيما يكون المعيير اللي بتختار بيها مستقبلك لازم تكون صح يا ضحى واللي هتعرف حياتك حبيبتي فكري في كلامي ده كويس قوي رب انا يخليك لي يا بابا نادية 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 شفيد نادية نادية خلي يا سيناجي مين فيك اللي دخل قطي واخد الورقة بتاعي المهات ولا ولا يا سيناجي يا اقلا ما دخلتش قطك النهاردة خالص يا سيناجي يعني انا بيتيالي ودى شكل جننت يا حبيبتي فيه يا نادية بزاق ليه محفيش حاجة ماما علاء علاء فين علاء يا ماما ايا يا ابنين تذاق علي ؟ علاء فين الورقة بتاعي ورقة ايه من فضلك مش عاز الخرقات دي علاء فين الورقة بتاعي انه انا بكلمك جد ومش ابنك اي حاجة ايه يا علاء اتفعت مع الحاج علي اوchter اتفقوا علي هذا فقط يا ابنين مالاي Loستاذ اخد الورقة بتاعي وخب Crystal ورقة ايه كصصها فيك وانا وهبب جميعها عايزة من تعمل وهو الورق يعيشي لوحده علاء والله ما اعرفش بقى! لما تلاقيه بقى اسأله! الحركة دي متعديش عليك يا علاء! انا كنت افهم حاجة مهمة! تلاقي بسم يهزر معاه! مهزر ايه يا ماما! تهت لبسني التهمة! حتى لو يظهر يا علاء مش في دم مفضلك! كل حاجة وليه حدود! فعلا! كل حاجة وليه حدود! بقول لك ايه بقى! انا مش فاضل الكلام الفارغ بتاعك ده! انا كلامي فارغ يا ماما! مش كده يا علاء! انا برضو اللي مش كده! انا اتخنقت في البيت ده يا ماما اتخنقت! فيه ايه! فيه يا جماعة! عصوتك صحوني من النوم! دينا! ما شفتش القصص بتاعك اخوكي! اوبس! ايه فيه ايه! اصلا انا... خبتهم منك! ليه يا دينا! اولا حاجة! اليوم اللي انت كنت مردية فيه! ماما قلتلي تلاقي فرفش اخوكي شوية! فانا تلاقي فخبتهم عشان اهزر معك يعني شوية! فانستهم خاص! بص! هما عندي في القوضة! انا اهد بور لكي! يا امي عندي روحنا الماعد وجينا وضع! لا حضرنا المحاضرات ولا كتبنا المذكرات ولا صورنا ايه حاجة! يا امي بكرة ولا بعد وهي الدنيا حطير! بس كان يوم حالو ما تنكرش! صاحبتك ايه! فرصة اللي جيه على فكرة! لا! ياسير! ياسير! احنا في البلد! ودي بنت عمي زهري يعني يا ريب! يعني يا اخي ايه لو قريبتك كنت قلت بنت عمي زهري! كنت قلت بنت خالي! اهدى شوية بس! ما تسيبك من الموالدة ويلا بينا! هلقيها يعني هلقيها! واغبط راسك بالحير! يلا يا مسايد! ايه! هاتي بقية الاكل اللي عندك! على البلا انا موظف هين! هو انت بس غوية تتعبي نفسك ليه يا ست نعمات! ما انا هون! يا مسايد! ايد على ايد تساعد! وانا قلتلك ميت مرة! انا محبش ابقى هالم! وانا متبخددة! ولا انت شايفاني خلاص على الجيس! ماش! ولا كان اللي يقول عليك كده! طب يلا روحتي بقيت الاكل بقى! يلا! قلت العمدة ميت! قادر يا خاني! قادر يا خاني! انت ايه بس اللي اخارك يا عمدة! الاكل حيبرد يا منصور! انا حوري! ايه باية تيدو علي! علي انا! في ايه بس يا عصان! عصان! انت جاء وراك كمان! عايزة تاني! في ايه! ابدا! دي حكاية بيني وبين عصان! ما تقول لها! قول لها! الاستاذ زربني بالقلم قدام الناس! ما عالش يا عصان! انا يظهر غضب سبع عقلي! بس برضو اللي انتو عملتو ما يصحش! وانت مالك يا عمي احنا باللي عملناه! وانت وليه عمري! عيب يا عصان! عيب يا ابني! واللي عملو هو مش عيب! واللي انتو عملتو مش عيب! لما تحكس بنت بلدك! بنت خلق زاهر مش عيب! ايه ده! انت حملت كده يا عصان! ده ياسر مش انا! وانت وقفت تتفرج عليها! مش تدفع عنها! وانا مالي يعني! وانا قلت بع كسة! ما قولي بع كسة! ايه مالي! صوتكو علي! فيه ايه! ما فيه! ما فيش حاجة يا ابا منصور! عنيز نقر! استنى يا مختار! هو فيه! ما فيش حاجة يا ابا منصور! ما فيش حاجة زي! انا سامع صوتكم ورجايا! فيه ايه دي عصان! يا ابا منصور دي حكاية بسيطة! وخلصت! اعرفها! بس انا شفت الوادي ياسر ابن عبد الحافظ المقاول على الزراعية! وكان بيعاكس سماح بانتخالي زاهر! فقفشنا في بعض! وعصام كان معاه! ايه! بس عصام مالوش دعوة! مالوش دعوة ازاي! دول اصحاب وما بيفرقوش بعض! اكيد كان معاه! الكلام ده حصل ايه دي عصام! اللي حصل! ان الاستاذ ده! ماد ديده على ابنك! ودعوه بالقلب وده من الناس! دي اللي حاجة يعملها يا قليل الرماية! انا منصور! بعشاء ترابك اللي فوق بدوس واخدك في حطمك وفوق دماغك أبوس انا اللي بيجي مغرم مهوس! وانتي اللي فيا! اغلى شيء! اغلى شيء موهوس! يا حتى مني يا سكناني! يا محوطاني ومسكاني! رجع اقول فكر خيري! ما قلت عاش مراً غيري! وانا لجاحي! ولا نمرو! يا اغلى شيء موهوس! موسيقى عمري عليكي مستك ثربوش حلتي ما أخرهوش عمري عليكي ما اصدقرهوش لو ده اللي حلتي ما أخرهوش حبك في قلبنا أنا ما اخترتوش حبك في قلبنا أنا ما اخترتوش وده شيء لقيتني بيه لقيتني بيه لقيتني بيه مولود عشق ترابك اللي فوقه بدوس واخدك في حضني وفوق دماغي كابوس أنا اللي بيجي مغرم مهوس وانت اللي فيه أغلى شيء أغلى شيء موجود يا حتى مني يا سكناني يا محوطاني ومسكني يا حتى مني يا سكناني يا محوطاني ومسكني رجع أقول فكر خيرك ما قلتهاش مرغل غيرك وانا لجا حد ولا نمره يا أغلى شيء موجود موسيقى 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 اشتركوا في القناة